تقول صاحبة القصة قصتي بدت قبل 30 سنة وقتها تخرج أبوي من الثانوية وكان طالب جدا ممتاز وطلع ابتعاث الألمانية وتعرفون يعني قبل زمان قبل 30 سنة مين كان اللي يطلع ابتعاث أخذ أبوي اللغة ودرس باكالاريوس هناك ووقتها تعرف على الرجال السعودي هنا كان يكمل الدكتورة قرروا أنهم يرجعون للسعودية مع بعض طبعا أخذوا أرقام تواصل بعض والعناوية بعد رجعت أبوي للسعودية بعدها بكم شهر قرر أنه يزور الرجال هذا وسافر لمنطقة الرجال لأن كل واحد فيهم كان في منطقة رح أبوي للرجال وزاره وأخذ معاه أمه وأخواته اللي هم جدتي وعماتي وتعرفوا على زوجته وبناته وكان عنده بنت واحدة دوهم تخرجة بلوم معلمين وكانت تشتغل مدرسة وعمرها 21 سنة جدتي أعجبت في البنت هذه وقررت أنها تكلم أبوي عنها وقالت له بنخطب لك هذه البنت في البداية أبوي كان جدا متردد لأنه وظيفته بتكون في ألمانيا وخاف أنه يجيه رفض لأنه بأيامها الإبتعاف كان شي جدا صعب المهم وافقت البنت وتركت كل شي دراستها وأهلها وصحباتها وراحت مع أبوي الألمانيا وجلست سنة وبعدين حملت فيني أتمنى للحين تكون فهمت القصة البنت لما تحكي تحكي كيف أبوها تعرف على أمها هذه البنوتة أمها وهذا أبوها تزوجوا لحين أمها حامل فيها نكمل ذاك الوقت كانت أيام حرب الخليج وكمان أمي بسبب حملها ما تقدر تسافر فقرروا جدي وجدتي أنهم يجون عندها يعني بدل هي ما تجي للسعودية هم يطلعوا لها ألمانيا وبسبب سفر جدي وجدتي لألمانيا صارت في بعض العراقين الدرجة أن خوالي وخالاتي ما قدروا يكملون دراسة جلسوا سنة في البيت ولدتني أمي بالسلامة ألف مؤلد ولدتني وحاولت تقنع أبوي أنها ترجع لكنه رفض بحكم أنها خلاص أنت شفت أهلك وأهلك جونا لازم تجلسين هنا وتدرسين لغة عشان تقدرين تتواصلين مع الناس وتعيشين في المكان اللي إحنا فيه رجعوا أهل أمي السعودية وأمي وأبوي جلسوا ثلاثة سنين ما شافوا السعودية أمي خلاص وصلت معها وقررت أنها ترجع السعودية كم شهر طبعا رجع أبويا معاها وصار بين أبويا وبين أهله مشاكل بسبب أنه قاطع فيهم وبس يمشي على كلام زوجته وما جاء إلا لما هي قررت أنها ترجع ومن هذا الكلام كثير ما علينا مرت الأيام ورجعنا ألمانيا وحملت أمي في أخويا وأبويا قرر أنه بيكمل دراسة عشان تصير وظيفته أحسن وصاروا خوالي يجون عندنا في العطل بدل ما ننزل السعودية لا صاروا هم اللي يجون ليش لأن جدي زعل وعماني قاطعونا أو بالأصاح قاطعوا أبويا مرت السنين وتعبت جدتي أم أبويا وقتها قرر أبويا أن يرجع السعودية وقتها كان عمري 15 سنة متخيلين أني أنا بدال عمر ولا عمري شفت أهل أبويا نهائيا وكانت أول مرة أنزل السعودية بعد نزلتي ذيك لما كان عمري ثلاثة سنين قابلت عماتي وعماني وجداني وما كنت أفهم اللغة العربية يعني أفهم شي بسيط بحكم أني كنت أدرس برة في مدرس ألمانية والعربي اللي أعرفه شوية والقرآن كله بجهد أمي الله يحفظها إن شاء الله لا تنسون تشتركون في قناتي على اليوتيوب رون وحسابي في التك توك رون أندرسكار تسعين تسعين نكمل طبعا أهل أبويا كانوا يتكلمون ويضحكون وكنت أحس أنهم يقصدوني أنا وأمي بس للأمانة ما أدري إيش السالفة وكانت تقتلني نظراتهم ولما ندخل عليهم يسكتون أو إذا تكلمت مع أمي صاروا يضحكون وأنا والله كنت أتكلم مع أمي بالألمانية لأني كنت خايفة ومرة متوترة مو عشان أقهرهم ولا أتمالح المهم إحنا جلسنا بالسعودية تقريبا ثلاثة شهور اللي ما تحسنت جدتي ورجعنا لألمانيا ورجعوا معنا أهل أمي لأن خالاتي كلهم اتزوجوا وجدت قاعد قرروا أنهم يعيشون معنا ويساعدون أمي في تربيتنا وعيشنا حياتنا الطبيعية وماشت السنين وأهل أبويا ما أحتكيت فيهم أبدا حتى أبويا كانت واصل معاهم في السنة حسنة طبعا أنا ما لبست الحجاب إلا لما صار عمري 17 سنة يعني تقريبا ثاني ثانوي كان لبسي محترم طبعا اللبس المحترم هذا مو إسرار مني أنا لا بالعكس إسرار من أمي وأبويا وكمان كلام جدتي كانت قريبة مني مرة أما بالنسبة لي أنا أنا كنت رافضة الشيء هذا وما أبغى بالنسبة للحجاب وكنت أبضايق مرة لكن مع ضغط أمي وأبويا وإسرار جدتي صرت أحسن وتقبلت وعقلت حمد الله مشت الأيام وتخرجت من الثنوي وقدمت على الجامعة وكانت الجامعة تبعد عن قريتنا ما يقارب الساعة ونص أودي أخواني لمدارسهم بعدين أروح أنا الجامعة أخذت السنة الأولى في الجامعة والحمد الله نجحت وكنت عايشة جدا 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 بشكل عادي إلي ما جاء هذاك اليوم اللي أحسه كئيب جدتي قررت أنها ترجع السعودية أتضايقت مرة وما أخفيكم أني كنت أجلس معاها أكثر من أمي كانت تكلمني بالعامية وأحيانا تفصل عليها ومرة تعصب عليها ومرة ترحمني كانت تساعدنا وتعلمنا أنا وأخواني لنتعلم اللغة العربية كويس للأمانة في البداية ما كنا ندرش قاعدة تقول لكن بفضل الله ثم فضلها بديت أعرف أتكلم صح أنا وأخواني يعني مع قليل من التكسير المهم رجعت جدتي السعودية وصرنا كئيبين بعدها بكم شهر قال أبويا بنرجع السعودية زيارة لأن جدتكم تعبانا ونبغى نشوفها جدتي أم أمي ما عرف كنت كارها الرجعة حاسة أن في شي بيصير لكننا رجعنا رجعنا بداية شهر ثمانية وجلسنا رمضان كامل شهر ثمانية وتسعة وكمان عيدنا هناك وكان أول عيد لنا في السعودية للأمانة أنا كنت مرة متوترة لأن الجامعة بتبدأ والجداول وكل شي لكن اللي ما كنت متوقعته وصار فجأة هو أن أبوي قرر يجلس في السعودية وما يرجع لألمانيا أبدا ما تتوقعون قداش كانت صدمة بالنسبة لي وبالنسبة الأخوي الكبير حاولنا في أبوي أن نقنعه حاولنا لكن رفض رفض تام وكنت أنا مصرة أني أنا أبغى أرجع تعبت نفسيتي صرت أتعالج عن دكتور يمكن تقولون أني أبالغ أو أبهر في السالفة لكن اللي يجرب ذات الشيء بيعرف اللي أنا حسيت فيه لما أنت تركين بيتك صحباتك جامعتك مدرستك حتى بقالتكم الشارع شعوري يقهر عموما كرهت أبوي صرت من عزلة ما أبغى أشوف أحد ما أبغى اجتماعات لا قرايب ولا أطلع أي مكان صرت عصبية وزادت مشاكلي في سبيل أني أرجع لألمانيا أنا مشكلتي مو أني جيت السعودية لا مشكلتي أني حياتي تغيرت 180 درجة صرت إنسانة ثانية تعبت أني أحاول أتأقلم مع الحياة الجديدة ما قدرت وفوق ذا كل جدتي كانت تعبانة كل هذه الأحداث صارت في كم شهر في ذاك الوقت أمي حرصت أني أسجل في الثانوية كمستمعة بس عشان أخطلط مع البنات وأصير آدمية على قولة أبويا كنت أروح المدرسة بدموع وأرجع بدموع كأني بنت عمري خمسة سنين مع أنه عمري وقتها تصاد عشر سنة وكانوا الإدارة مفاهمين البنات عن وضعي إحساسي كانوا رعب رعب بمعنى الكلمة تعرفت على بنت وما زالت صديقتي للآن الحمد لله كانت تسلف معايا زي العاملات لما نجوم من برا وكنت أضحك عليها أقول لها أنا أفهم عليك ترى وأقدر أرد عليك لكن اللغة عندي شوية مضروبة وكمان مخارج الحروف دق المنبه بروح أتسحر وأجي أكمل القصة ثواني كانت تساعدني مرة كثير ودائما تجيب كتب ونقراها مع بعض اتحسنت اللغة عندي بشكل كبير كانت دائما تقول لي إن اللي صار معك خيرة تعلقت بصديقتي مرة بشكل كبير لدرجة إذا غابت لازم أغيب معاها مرت الأيام وخلص الترمي الأول وفي بداية الترمي الثاني ع شهر اثنين توفت جدتي الله يرحمها كانت صدمة كبيرة ليا وانتكست حالتي أخس من أول ولي متعبني أكثر الناس اللي حولي لا ذمة ولا ضمير كلهم كانوا يحسبوني أني أبالغ وأكذب كانت أيام العزة كئيبة كئيبة كن دائما على المهدئات أصحى ألقاهم عند راسي وألاقي شاخ يقرع لي وأرجع أنام جلست يمكن أسبوعين على دال حال وهديت وحاولت أنسى قالوا أهلي بلروح ناخد عمره وروحت شفت مكة الشعور ما يطرع البال اعتمرنا وخلصنا ورجعنا لديرتنا وبعدها رجعت للمدرسة في يوم الأيام كنت راجعة من المدرسة مع السواق والعاملة تبعنا وصار علينا حادث الله وكيلكم اتشغلبت السيارة أكثر من مرة ما وقفتها إلا الإشارة لما صقعنا في الإشارة السواق طاروا من القزاس هو والعاملة تبعنا وأنا جلست أتشغلب جو السيارة وجاني كسر بالأضلاع ونزيف في الرئة وكسر في الذراع الحمد لله على كل حال جلست في العناية ما يقارب الثلاثة شهور وخلصت المدرسة وأنا بس كل ما لي أصير نفسية أكثر وأكثر ما أخفيكم أني كرهت السعودية وحسيت أنها نحس علية مرت سنة على جيتنا للسعودية وكأني عقلت شوية وبدأت أستسلم للأمر الواقع وبدأت مأساتي مع المجتمع القرائب وسبحان الله جدي وعماتي وعماني رضوا عن أبويه وصاروا يتفاخرون فيه دا ولدنا اللي يشتغل كذا وذا ولدنا اللي راتبوا كذا وهم ودهم يولعون فينا وبدأ الكلام ينحد فعالية من كل مكان وبدأت أتأزم صرت أي كلمة أو جملة أقولها يفسرونها أنها هياط تميلح درجة مرة واحدة من عماتي قالت لي ترى كل اللي صار لك تكفير ذنوب عن أيامك اللي هناك قلت لها شم سوية أنا ما درش تحسبني وعمتي الثانية عندها ولد أكبر مني وقالت لها بنتها أمي خلينا نزوج أخوي فلانا تقصدني قالت ما بقى الله هي تربية كفار ويه؟ بلي سك قسم بالله بعض الكلام زي السكاكين في قلبي دخلت الكلية واخترت قسم لغة إنجليزية بخصوص أنه هو القسم الوحيد اللي راح أفلح فيه أصلا ومع ذلك تعبت وما تخرجت لبعد ستة سنين دراسة لأنه قريب للغة الألمانية والفرنسية في تشابه في بعض الكلمات فصرت ألخبط بين الحروف والكلمات وأجيب أم أم العيد خلاص موخي قفل ما صرت أستوعب ثلاث لغات فرنسي وألماني والحين إنجليزي كنت أطلب من بنت عم الكبير أنها تساعدني بحكم أنها متخرجة من نفس التخصص وكانت عمتي تمنحها تقول أبوها عنده خير خلي جيب لها مدرسات ومن ضمن المواقف كان في عزيمة عند أهل أبويا حضرت مع أمي وكنا شغلهم الشاغل لا مول زود جمالنا ولا كشختنا لا ما في زود بس هدول اللي جوا من بره وهذي اللي حكمت زوجها وخلته ما يرجع وهذي بنته اللي درست مع عيال لدرجة واحدة من معرفنا فألت عمتي تقول تعرف تتكلم تدرون إش قالت ردت عليها بكل وقاحة قالتها قدامي ما أستحت لا مني ولا من ربي حتى تقول هذي يالله يالله تعرف تصلي طب أنا كمان تعرف تتكلم هنا انفجرت بعمتي الله ليس سامحها وتلا تري أنا ما علقت صليب ولا عبت نار عشان تتكلمين زي كذا حرام عليك تري وبذمتك اليوم القيامة والمشاكل مستمرة والمواقف تزيد وتكثر مر على رجوعنا ع السعودية سبع سنين وكأنها أمس والحين عايشة وعادي الوضع لكن أحن وأحزن وأضايق ودي أرجع للمانيا بالذات لمن يرمي علي كلام ويصير موقف بايخ أنا ما أتمنى لهم الأذى على كثر ما ألذاني أنا وأمي لكن عمري ما رح أسامحها مع القدف والسب اللي قالوا لي والإشاعات اللي طلعوها يوم القيامة نتحاسب انتهت القصة الرأي الشخصي والله شوفوا يا جماعة أول شيء ما نقدر نحكم على الآدمية أنه لبست ما لبست عندها أهل تبا تتحجب ما تبا تتحجب احنا ما لنا صلاح بس هرجت السخافة والمواقف هذه لما تجي ترجع للسعودية وكفار تربية كفار خير واضح أن عماتها ما يبغان خير أبدا أجل كلمة تقولها ما تعرف تصليها واش تبغين أنت واضح أن عماتها يكرهونها يكرهون أما هذا الواضح الله يهديهم جد يعني ما توصل للسب والقذف يعني أنتوا ما تشوفون الكلام اللي في القصة في قذف وفي سب يقولونها خير حرام عليكم واضح أن البنت كمان تأثرت برجعتها لأنها شي عور جد لما تنشالين من بيتك ومدينتك ودراستك ويرمونك في مدينة مو في مدينة دولة دولة ثانية بغض النظر عن أنها هي أصلا سعودية بس هي عايشة في مكان ثاني وأهلها ما فهموها على طول بنروح زيارة فجأة خلاص محنا راجعين يالله تأقلمي لا أبدا ما ينفع وكل اللي صار معاها نفسيا طبيعي جدا مألومها الله يهديها إن شاء الله ويهدي عماتها ويهدي الجميع وبس الهين كوصلنا نهاية فيديو اليوم إذا عجبكم المقطع لا تنسوا أن تبغطونا على زر اللايك وتشتركوا في القناة مواقع التواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كم معاكم رون سلام